عليه دكتور خلينا نقولها للعقيد أحمد حمادة بناء على ما ذكره الدكتور وما يميز تركيا بتقديرك تركيا قادرة اليوم أن تفرض ما تريد في الشمال السوري رغم أنف أمريكا وروسيا أو لا هذا ضرب من الخيال هذا الكلام يعني الذئب التركي سيحقق ما يريده في الحدود إن كان سياسيا أو عسكريا ربما يناور رغما عن واشنطن وموسكو ربما يناور يمنة ويسرى ولكن لا يتراجع إلى الخلف نهائيا هذا أنا ما أتوقع تركيا هي مصررة الزئب التركي سيفرض ما يريد سيفرض ما يريد في هذه المنطقة وخاصة عندما يقول في مشهد هروب شايفوا عقيدنا كما جرى في كابل أخرا للأمريكان يعني يعني الأمريكان لديهم 900 جندي وانتشرين على 13 نقطة في الأراضي السورية لديهم يعني قاعدة لوجستية كبرى يعني أو مؤخرة عسكرية كما يقولون في منطقة إربيل وفي العراق فقط هنا لتقديم المشورة والدعم المعلوماتي واللوجستي لقوات قسد والتحالف الدولي ليس لديهم قوة عسكرية قتالية في هذه المنطقة هذه هي القوة العسكرية الأمريكية لديهم بعض الطائرات من عدة قواعد عسكرية في الحبانية وفي عين النصر في العراق هروب كبير لأذناب الأمريكيين كما يوصفون نعم هروب كبير لأذناب الأمريكيين كما يوصفون هذا أمر بالطبع سيكون يعني قسد عبارة عن مشروع إرهابي وقاتل مشروع إرهابي يسمى داعش كما قال اليوم وزير خارجي التركية بأن التركيا مهتمة كما يعني حاربت داعش ستحارب هؤلاء وستقضي على هذا المشروع بشكل أو بآخر القوات العسكرية التركية والمعلوماتية وكل الأمور المتعلقة في العملية البرية جاهزة بشكل جيد ولا خوف نهائيا من نجاح هذه العملية نهائيا ولكن كل ذلك مرتبط في القرار الذي يأتي من الرئيس القائد العام